وضع اللمسات الأولى لتأسيس هذه الشبكة من أجل تقديم الملف للوزارة ليتم إصدار القرار الوزاري المنشأ للشبكة طبعا خطوات أخرى وهي اجتماع مجلس هذا الشبكة لحديد البرنامج العلمي وكذلك انتقاء الأعمال البحثية والمشاريع البحثية ذات الأولوية سيتم توطينها على مستوى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علم الصحة والحياة وطبعا ستعمل الوكالة على توضع كل الشروط والوسائل من أجل أن تصل هذه الشبكة الموضوعاتية إلى النتائج وإلى تحقيق الأهداف المرجوة منها